الفساد في العراق يخذ أوجه متعددة لا تقف عند حد فمن الصفقات المشبوهة وشراء المناصب إلى المشاريع الوهمية وصولا إلى استحواذ الأحزاب والشخصيات المتنفذة على أملاك الدولة لأسيما في المنطقة الخضراء شديدة التحصين حيث تنتشر منازل المسؤولين ومكاتبهم وفي هذا الصدد قال عضو اللجنة المالية النيابية هوشيار عبدالله إن المنطقة الخضراء ملف مليء بالفساد بوجود عقارات بضمنها منازل ضخمة مستغلة من مسؤولين بشكل مجاني وبلا مسوغ قانوني أو دستوري وبين أن مسؤولين سابقين شرعا استحواذهم على هذه العقارات بعد سنوات على انتهاء مدتهم في مناصبهم وليست لديهم اليوم أي صفة رسمية وفي وقت يتنامى الحديث عن الفساد في ملف الأراضي والعقارات المملوكة للدولة كشفت صحيفة الشرق الأوسط أن نحو 240 مسؤولا وموظفا في الدولة اشتروا أو استأجروا أملاكة للدولة بأسعار ضئيلة جدا فيما يؤكد عاملون في المنطقة الخضراء أن غالبية المسؤولين الذين شملهم ملف إخلاء عقارات الدولة لا يزالون يشغلونها حتى الآن ومن بين المستفيدين من الإيجارات المنخفضة التي يريدها الملف على سبيل المثال للحصر نجلو نائب رئيس جمهورية سابق يؤجر منزلا مساحته 400 متر بمبلغ 58 ألف دينار فقط كما تستأجر سفيرة منزلا في مجمع القادسية مساحته 2000 متر مربع بمبلغ 260 ألف دينار ويشغل بعض المسؤولين أكثر من منزلين تابعين للدولة فمسؤول عسكري رفيع سابق يستأجر ثلاثة منازل كما يشغل نائب سابق لرئيس الوزراء العدد نفسه بحسب التقرير الموثق الذي نشرته الصحيفة ولا تقتصر عملية الاستيلاء على المنطقة الخضراء بل يشمل مناطق أخرى في العاصمة بغداد والمحافظات منها على سبيل المثال للحصر قضية مرفوعة أمام القضاء ضد شخصية استأجرت أرضا زراعية مساحتها 2500 متر في حي الجادرية ببدل إيجار قدره 12 ألف دينار في السنة أي نحو 10 دولار فقط ومع ذلك فإن المستأجر يمتنع عن الدفع وكان رئيس هيئة النزه السابق رحيم العقالي قال في نص استقالته التي قدمها في أيلول عام 2011 إن التكالب على نهب أموال الدولة وعقاراتها هو الجزء غير المعلى من الصراع على السلطة في العراق وهما تسبب بخسار طائلة للبلد الذي يحلم الكثير من مواطنيه بالحصول على بيت نئويهم ويعيش آخرون دون مأوى